يا مسائل فل عاملين ايه ان شاء الله يارب يكونوا بخير يلا نعمل فتيرة كده سهلة وسريعة في خمس دقايق مش هتاخد وقت خالص وطعمها طحفة الحلوة فيها كمان احنا لا هنعجن ولا هنعمل اي مجهود وكل اللي هيكلها بجد مش هيصدق طعمها من السهولة بتاعتها يلا نسمي باسم الله نشوف الطريقة وننساش لايك في الفيديو واشتراك في القناة ولسه ما اشتركتوش ويلا بينا نبدأ هتي بقى كده ايه لفة جلاش او لو عندك لفة جلاش في الفريزر ماركونة مثلا بقالها فترة نشفت ورقها مثلا مش حلو ساعات بنجيب نوع كده من الجلاش بيطلع معانا نوعه مش حلو بيلاقي الورق بتاعه مثلا مجلد او متكسر مش مظبوط يعني هينفع معي قوي قوي في الوصفة دي مش هنرمي منه فتفوتة واحدة انا جبت كده اهو لفة الجلاش زي ما هي وهي استوانية كده ولا فردتها ولا اي حاجة وبسكينا وهي قطعها ايه القطع صغيرة خالص بالشكل ده في دقيقة واحدة هتتقطع معايا وكله هيتدارى كده في قلب بعضه ولا هيبان بقى ورقة ناشفة ولا ورقة طرية تمام كده هجيب بقى قصانية اللي انا هعمل فيها الفطيرة ومش شرط خالص يكون بايريكس ايه ممكن تبقى المونيوم تفعل ما فيش مشكلة حط فيها كده معلقة زيت وبالفلشة وهدهنها كويس قوي وكمان الجوانب عشان ما تدزقش مني خلص كده تمام هحط بقى ايه نص نص لفة الجلاش كده بالتقريب يعني اللي انا قطعته ده هحط ايه نص الكمية بتاعته من غير بقى ما هحط سمنة ولا هندهن طبقة طبقة ولا ورقة ولا هنفرد ولا هنعمل اي مجهود زي ما انتو شايفين كده كله متقطع وكله متكسر هحط كده بالتقريب حوالي نص الكمية وحساويها وما خليش حتة اعلى من التاني عندي بقى الحشوة بتاعتي انا كان عندي يعني اي حشوة تمشي معايا في الفطيرة دي كان عندي في التلاجة لانشو النابيفي فقطعته كده بالمقص مربعات او مكعبات وهحطه كده على الفطيرة وممكن على فكرة اي حشوة في الدنيا هتمشي معاه لحمة مفرومة متقولش لأ فراخ ومتشوحة كده في البصل وفلفل الوان تبقى تحفة اي جبن عندك في التلاجة كله هينفع انا كان عندي شوية جبن كده شيدر على رومي على مونزاريلا ميكس كده على بعضه حطيت منه شوية مع اللامشن وحلوة قوي كده ممكن نحط كمان مكعبات جبنة نسطن بتكون خطيرة الحشو ده بقى اللي عبديك كل واحد يحط الحشوة اللي عنده في التلاجة هي مش مكلفة اي حشوة هتمشي معاه زي ما انتو شايفين كده انا حط شرحتين تلاتة لانشون بس مقطعهم وخلاص وبعدين هحط فوقيهم بقيت كمية ورق الجلاش اللي انا مقطعه سويت الدنيا وبقت معايا تمام والصنية متسوية زي الفل خلاصي اللي بقى احضر التشريبة او السوس اللي انا حسقي بيه الفطيرة اللي هتخلي هالي طرية ومستوية وقلبها هش كده وجميل هتخلي بقى طعم الجلاش مش جلاش اكنك بتاكل فطير بالزوء حطيت بيضة عليها رشة ملح ورشة فلفل اصمر وهربوهم بالشوكة كده كويس حط عليهم بقى علبة الزبادي علبة الزبادي دي فاضيعة بتخلي الفطيرة دي كده طرية ملبن والله العظيم طحفة وعليها بقى كباية سغيرة من الحليب وقلب كله كده مع بعضه اخر حاجة احطها معلقة واحدة بس سمنة سيحتها واحطها عليهم سمنة او زبدة هتنفع يعني الفطيرة دي ما شاء الله خفيفة وحلوة او مفاهاج غير معلقة الزيت اللي دهناها في الصينية ومعلقة السمنة اللي حطناها علي التشريبة بتاعتها حسقي بقى التشريبة دي كل الصينية هي علي قدها بالزبط واوزحها كده ايه كويس يمين وشمال وبالشوكة او بمعلقة وبتدني يعني اوسع كده عشان ايه التشريبة دي تنزل تحت وتتوزع في الفطيرة كلها من تحت ومن فوق ومن الجنب ومن كل حد مهمة اوي اوي الخطوة دي عشان كل الفطيرة تتشرب من التشريبة دي تمام كده اخر حاجة هحطها لها على الوش شوية كده من الجبنة المتزرلة وممكن نحط مثلا ايه شريح فلفل وزتون وطماطم اللي هي اين ديها وش بزة دي برضو فكرة برضو ممكن تعملوها مع الجبنة المتزرلة تبقى برضو لطيفة وحلوة اوش افكار بقى يا جماعة هي يعني ايه ايه يعني مفتوحة كل واحد بيحب يحط حاجة يحطها ما بتقولش لأ والله على اي حاجة وهدخلها الفرن على مية وتمانين على الراف الوسطاني اول ما الجناية بتاخد لون دهبي اقيد لها الشوية دي اقتين تاخد لون الجميل ده سبتها تهده بس كده خمس دقايق وسلكت كده بالمعلقة الجوانب هتتسلك معي سهلة خالص شايفين ولا لازق افصانية ولا اي حاجة وتطلع بمنتهى سهولة هقطحها بقى انا بحب اقطحها بالمخرطة وبتبقى سهلة كده وبتتقطع معي حلوة ومظبوطة قوي احلى من السكينة وسهبان اقطحها مربعات بقى زي الفتير الشرقي بتاع المحلات بقى وشغل عالي وشغل فخر من الاخر بصوا الجمال بجد تحفى تحفى وبتفتح النفس وجميلة ومنجزة جدا على العشى ماشى على الغدى ما تقولش لا كمان لو مسافروا مصيف او رحلة هتنفع معاكي قوي قوي وعايز اقولكو تنفع كمان للولاد في المدرسة في اللانش بوكس ياخدوها برضو تبقى جميلة قوي تغيير عنستان دو وشغل وبدل من حط لهم اللانش وفي العيش مثلا اللي لاي فينو نعمل لهم بيها الفتيرة الجميلة دي وجواها بيد وحليب فمنجزة وحلوة قوي يارب الفكرة تكون عجبتكو وفي تيرت النهاردة تكون عجبتكو ولو ما حطيتوش لايك بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة بلسه ما اشتركتوش واستنوين ان شاء الله في فيديو جديد مع الفي سلامة